اعتقد بانه فضيحة اسبانيا قوية للغاية يعني رئيس الاتحاد الاسباني يستغل موقف تكريم اللاعبات ويتحرش بهن بهذه الطريقة كان امر صادم داخل اسبانيا يعني الصحف الاسبانية هجمت الرجل وطالبت على الفور بان يقدم استقالته ونحن نتحدث عن دولة غير عربية غير مسلمة لكن الفطرة حاضرة لدى الجميع خلينا اقول لك على حاجة ان كويش ان انت قرنت الحدثين ببعض رغم دي حاجة في الرياضة ودي حاجة في الفن ولكن دي حاجة تفهمنا ان صناع القرار والمسؤولين والمناصب الرئيسية جدا في العالم دي افكار دي طبيعة حياتهم دي طريقة حياتهم وكل افكار اوكي استرجع حاجة كنت قررتها مقالة فيها اعترافات ممثلات من هوليود بيقولوا فيها ان كان بعض المخرجين شوف الكلام ده احنا كنا بنقوله عندنا في الوطن العربي وحتى بيتقال بهزار او نكتة او كده هم ان بعض الممثلات المخرجين اشترطوا عليهم اقامة علاقات كاملة مقابل الظهور في افلام البطولة الكلام عادي تاني مخرج واتقال في التحقيق ده اسامي كبيرة جدا في هوليود اسامي مخرجين كبار جدا اتقال ان كان الشرط الظهور في دور البطولة كانت اقامة علاقة كاملة يعني بدون توضيح اكتر يعني طبعا فده يفهمك قد ايه ان الموضوع ما فيهوش شيء صدفة والموضوع منظم جدا وبوابة الموضوع ده كله ولا هي حورية تعبير ولا هي افكار تتداول في الفضاء من اجل نشرها او منقشتها لا الامر فقط في الاتجاه الوحش اشتركوا في القناة